موسيقى سعيد الله وقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام على وقع اقترابي النهائي المنتظر بين فريقي الوصل والنصر اليوم نتواجد في مقر نادي النصر للالتقاء بسعادة عبدالله سالم بن طوق رئيس شركة كرة القدم في نادي النصر هذا الكيان الكبير الذي ينتظر منه الجماهير في قادم الأيام بكل تأكيد ابتداء من النهائي القادم النتائج المميزة والحضور المميز سالم بداية رحبك في هذا اللقاء عبر بوضابي الرياضية وسعيدين بالتواجد في مهد كرة القدم مقر نادي النصر هذا الكيان الكبير يا مرحبا وسهلا ونرحبكم في ناديكم ونهنيكم على الموسم الطيب وإن شاء الله نختمه بطريقة زينة بو سالم نهائي كسيدي صاحب السمو رئيس الدولة الكل يدرك أهمية هذه البطولة النصر قياسا بالبدايات هذا الموسم اليوم نحن نتواجد في الفاينل أمام منافس بحجم الوصل ماذا يعني لكم الوصول إلى هذه المحطة من عمر المسابقة اللي بينكم وبين التتويج بلقبها سواء أنتو أو الوصل مباراة الوصول إلى نهائي كاسي رئيس الدولة كان هدف رئيسي وضعه رئيس النادي مع مجلس إدارة النادي لشركة كرة القدم الهدف الثاني اللي هو إعداد فريق قوي وجيد وذو شخصية ويقدر ينافس في المواسم المقبل إن شاء الله فهدف مثل ما قد لك هدف رئيسي الحمد لله قدر أن نحن نحققه وإن شاء الله نحن نكمل في المباراة النهائية الهدف هذا والذي زاد جمال هذا الفاينل لأننا نحن نلعب ديربي فإن شاء الله تكون بو ربا متاع بو سالم هذه المواجهة الثانية أمام الجار فريق الوصل في النهائي المواجهة الأولى كانت في موسم 85-86 توج النصر يومها باللقب فست واثنين واحد ومباراة فيها تفاصيل جدا جميلة واحدة من الأشياء اللي ما ينساها النصراوية و سالم أنا عارف أنك من أثر النصراوية لامتداد السنوات أسرع هذا في تاريخ الكاس في تلك المباراة حدثنا عن تلك الذكريات في ذلك الانتصار المميز للفريق المباراة هي الأشياء أهد عليها صح كنت صغيري في وقتها يمكن عشر سنين كان أمري تحس الموضوع كان وائد كبير بالنسبة لنا بسير فاينل تعرف هذاك السن والتحضيرات و أنا قد دائما نرافق الوالد الله يرحمه أنه في النادي طلعنا الذكر قبل الظهر بساعة بساعتين في السيارة مع الشيخ أحمد بن سعيد و استضافنا في بوظبي شيخ حمدان بن زايد و شيخ حمدان بن مبارك تغدينا عندهم و مضينا وقت طيب و جميل و أذكر الأحداث التي هناك لين مدة الامباراة؟ و كانت مباراة جميلة و بدايتها كانت مثيرة جدا يعني من أتوقع أن أول هدا عشر ثانية بيسجل النصر فيها النصر كان بطل الدوري رايح بمعنويات عالية و الوصل كان الوصيف و الموسم اللي قبله كان بطل الدوري و النصر كان وصيف و لعبه مباراة فاصلة و فاز فيها الوصل فكان التحدي كبير بين الناديين في الحقبة هذيج يعني تتكرر بعد تسع و ثلاثين سنة تقريبا أو ثمان و ثلاثين سنة نحن الصراحة مستمتعين أننا نلعب درب كبير مع الجار و نحترمهم و نقدر العمل اللي قاب به مجلس إدارة نادي الوصل في آخر ثلاث سنوات أن بنوا فريق ما شاء الله فريق قوي منافس في الدوري و في الكاس و وصول الفريقين إلى كاس رئيس الدولة كان متوقع الوصل ثابت في مستوى من بداية الموسم و النصر أكثر فريق متطور من بعد منتصف الموسم فنهني الفريقين على الوصول و نتمنى إن شاء الله أن المباراة تكون يعني على مستوى الحدث من جميع الأطراف من المستوى الفني من الحضور الجماهيري الفريقين يمتلكون قاعدة جماهيرية كبيرة و إن شاء الله أنهم يمثلون ما وصلت إليه دولة الإمارات في كرة أفضل طيب أبو سالم يعني ذلك اللقب يعني التتويج فيه أكيد شيء كبير لأي نادي في دولة الإمارات كسيدي صاحب السمو رئيس الدولة لكن كيف إذا كان التتويج من المؤسس طيب الله ترى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يكفي يعني النصراوية دائما نقول لك يكفي أن توج النصر الشيخ زايد و الشيخ زايد يمكن تاريخيا توج الشارجة لم تخني الذاكرة و كذلك النصر فهذه أيضا من الشغلات المميزة و يكفي حتى يوم تدخل الفي آي بي في نادي النصر يعني الصورة موجودة و زايد يزين الصورة و يزين انتصار النصر صحيح صحيح و الذي يعطينا فخر أكثر أن هذا كان آخر تتويج للشيخ زايد الله يرحمه من بعد هذا نمو حضر ولا فاينل فكان آخر فاينل توج فيه اللي هو نادي النصر و الشيخ زايد زار نادي النصر في سنة من السنين كانت بدعوة من نادي النصر و لباها و ذكرهنا طيب والله يرحمه و يؤثر الله إقامة المباراة هذه أيضا في هذا الموسم في أستاذ هزاع بن زايد أيضا هذا الملعب الجميل الذي اختار في الحقب الماضي اختير في سنة من سنوات واحدة من أجمل ملعب العالم سبق و نلاعب فيه النصر مبارتين فاينل نتكلم فاينل للتتويج الأخير بالكاس أمام الأهلي آنذاك والفاينل اللي بعد ذلك اللي كان أمام الشباب الأهلي له ذات المنافس تتواجدون للمرة الثالثة في هذا الملعب اتحاد الكرة توفق في اختيارا لأستاذ هزاع بن زايد صراحة ملعب جميل صمم بطريقة مريحة للجماهير و للإدارات و للعبين فهنيهم على هذه المشأة الرياضية الملعب نحن نتفأل بصراحة دائما لدينا نتائج كذلك في هذا الملعب و المدينة نفسها الجماهير اللي في مدينة العين جماهير من تدوقة بكرة القدم و أعتقد أن بعض يحضرون بعض دات كبيرة طيب و سالم مقامة المباراة في العين البعض يقول أيضا يعني العلاقة التاريخية اللي بين النصر و العين ممكن تلقي بظلالها على تواجد الجماهير في مباراة مثل هذه خاصة قلنا نقول للجيل اللي شهد البدايات و العلاقات الكبيرة اللي كانت تاريخيا بين الناديين ما يخفى الجميع يعني العلاقة اللي تربطنا بنادي العين علاقة قديمة و أزلية يعني نحن دائما نقول أننا نادي العين نادينا ثاني نحب العين من النشأ يعني من العلاقة اللي شفناها و شهدنا عليها من بين الشيخ مانع بن خليفة و الشيخ حمدان بن مبارك ذكرية جميلة بينهم دائما العينوين كانوا يشجعون النصر و النصرون يشجعون العين و هذا الشيء مستمر إن شاء الله و نتمنى أنهم يستمتعون في البعض وصولكم في السنوات العشر الأخيرة ثلاث مرات و هذه هي المرة الرابعة وصلتوا النهاية مرتين مع الشباب الأهلي و فائنا كذلك كان في مدينة الزايد مع الوحدة اليوم توصلون للوصل ماذا يعني لكم التواجد في هذا النهاية في آخر يمكن تسع سنوات أربع مرات تتواجدون خاصة يمكن اليوم في أندية في دولة الإمارات يمكن ما وصلت إلى هذا العدد من المباريات في التواجد في المحطة الختامية من المسابقة هذه دائما نحن نأكد على هذا الموضوع يعني الوصول إلى النهائيات دائما يثبت شخصيات كنت في البطولات الفريق اللي دائما يحرص أن يكون على المحفل هذا اللي هو فائنات كاسريس دولة أو كاساديب أو ما شابه يعني هذا يعطيك شخصية فدائما العمل بيكون بعدها فيه استسهال أكثر فيه ثقة أكثر من اللعبين ومن الإدارة الفوز يفوز وشخصيات البطولات ما تنبني إلا بالوصول إلى النهائيات وحراز الكوس فأكدنا عليهم نحن بداية الموسم لأننا من نحن أصبح الوصول إلى الفاينل يعني واصلين نحن تقريبا تسع فاينلات أعظمني من 2012 كاساديب وكاسريس الدولة وطولات مجلس التعاون أصبح الشي في الديانية أعذرنا نحن لازم نوصل إلى الفاينل أي شيء أي نتيجة يعني أقل من الوصول إلى النهائيات تعتبر نتيجة سلبية فالحمد لله نحن قادرين نحافظ على هالنجازات هذه في آخر عشر سنوات النصر من أكثر الأندية أيضا وصولا للمباراة النهائية تقريبا يمكن المنافس يقل يمكن مبارا مبارتين لكن يعطيكم أفضلية في الفاينل هذه بوجودكم يكون النصر قابل أديدة الأندية من دولة الإمارات من بوظابي لين المنافسين في دبي وكذلك في الشارجة وحتى إيمان هل هذا يعطيكم أفضلية في التاريخية خلنا نقول في المباراة تشوف الأفضلية بالاستعدادات أكثر التاريخ شيء ومن يصفر الحكم موضوع ثاني نحن كلمنا اللعبين وقلنا لهم أنتم وصلتوا للفاينل وهذا بحت ذاته هدف ولكن منهم يبغي الكاس الكاس مطلب للجميع لا بد أن تكون هناك ضغوطات كرة الغدم مبنية على الضغوطات وليدور مكان ما في ضغوطات ليه الأندية الرياضية يدور لمجال ثاني فضغوطات مستمر على طول الموسم وليس لكن الحين يدك المباراة الأخيرة وليزاد جمالها أننا من لعب دربي مواجهة المنافس الوصل تاريخيا أيضا هذه ليست المواجهة الأولى ولا حتى الثانية فاصلة الدولة ذكرتها النهائي السابق ومواجهة هذه الآن أمام الوصل امتداد أيضا للمنافس الشريفة بين الجارين مثل ما قلت لك يعني لزاد الجمال أنا من لعب دربي وهذا الدربي صدقني بيكون شي جميل لجميع جماهير الدولة لها خصوصية خاصة يعني اللي يفهمها ويحسبها ويعاشها شي كبير الشي كبير الواحد شو يقول بس الإحساس مختلفة بين الجماهير الجماهير في بيوتهم بين العوايل وبينها كلنا أهل وكلنا قرائب ولكن من تبدأ المباراة ينتهي هذا الموضوع الكل يأخذ مكانه ومباراة تكون روية متأكد تكتكية عالية المدربين الثنينة كلهم أعتقد يعني هم أفضل المدربين الثنينة في الدولة الوصل فريق قوي فريق ثابت فريق قريب أن يحصل للدوري ويستهل إذا حصل للدوري فريق منظم يمتلك 11 لاعب ممتازين بلس بنش عالي الجودة هذا عمل لدارة ونهني لخوام ما قدلك أعظام جسي دارة الوصل على هذا العمل نحنا بدورنا بعد قدرنا أن نحنا في آخر سنة أن نحنا ننتشر الفريق من وضع غير ملائم لنادي النصر إلى فريق أصبح له شخصية وهوية ومستوى ثابت في آخر هذا شهر وإن شاء الله نحن نكمل عليه نجي للحقبة الحالية وجود شرودر الذي توفقته في التعاقد معه يعني النصر بدأت تربط اسم النجاحات الأخيرة بالمدرب وكاننا نستحضر شيء من التاريخ يوم نقولون كان يقولون نصر لابولا اليوم نصر شرودر بوجودكم من توكيد كإدارة النادي كلاعبين أبو سالم تعتقد الفريق قادر يروح لمراحل متقدمة خلال فترة العلاقة مع المدرب الجديد اللي حدث أيضاً مع المنظومة العمل اللي في النادي هذا التغيير الكبير المدرب دائماً المدرب الناجح واللي نتائج إيجابية هذا يعني جزء من المنظومة الناجحة في النادي عندك مدرب عندك مجلس إدارة عندك لعبين عندك جهاز إداري جهاز طبي هاي كلها تكامل النجاح لازم يكون متكامل شرودر نمينا نحن بتتعاقد ويا كانت عندنا خيارات أخرى ولكن بعد الاجتماع مع شرودر ونحطوه الموسم نشوف نتائجه كانت نتائج زينة مع نادي العين ونادي العين نادي كبير ونادي العين ما يتعاقد إلا مع المدربين الكبار حصلنا على الفرصة ولسنا ويا ومن بين الحديث قلنا لحل الفريق قال فريقهم جيد وفريقهم نحن كلنا مستغربين لماذا موجود كعناصر لماذا موجود في المركز يعني الكواليتي موجود وأنا أشوف نفسي أقدر أسوي نقل في هذا الفريق عنده ثقة في اللي شاف وإلا ما كان بيقبل العمل فاللي أبعد أقوله أن اللعبين اللي في الناصر لعبين جيدين الكواليتي موجود ولكن تحس الفريق يعني في الفترة اللي هي بدأ فيها الدوري الفريق ما كان مفعل بالطريقة الصحية مدرب قوران بعد مدرب جيد وحقق كاس مع الوحدة ونهنيهم ونهني ولكن يمكن توليفة اللعبين ما كانت مؤلمة أنه كان مدرب مع دني خططنا مع بعض يعني نحن لم نأخذ قرارات في نادي النصر إلا بالمشهورة مع المدربين بس مثل ما قلت لك اللعبين لم يفعل بالطريقة التي تناسب تناسب قدراتهم شرودر قدر يسوي التوليفة طلب معسكر في فترة التوقف ورحنا العين يحب العين ورحنا العين مدة عشرة أيام وعد الفريق بدنيا إعداد جيد جدا قدر أن اليوم يحقق فيها النتائج جزئينا بسالم يمكن أن أوقف عند هذه الجزئية جزئية المعسكر التي كان في العين الكل كان يتابع النصر من بعد هذا المعسكر تحديدا استشعر أن الفريق تحديدا في الجانب الذي ذكرته الجانب البدني فرق كثير ويمكن هذا واحدة من النقاط التي استفاد فيها النصر والتي تجعل دائما المتابع من الشارع رياضي يقول النصر قد يكون من أكثر الأندية استفادة من فترة التوقفات التي صارت في منتصف الموسم وبالتالي هذا الأمر ألقى بضلاله في المرحلة التالية من عمر المنافسات نحن استفادنا كثير لأن للأسف استعدادنا البدني أو إعدادنا البدني في معسكر الصيف لم يكن جيد نحن يجب أن نعترف بشيء ونعكس هذا على الحالة البدنية اللعبين في أول شهرين وكل لاحظها شيء والمدرب نفسه كان ملاحظ نحن بعد ما تعاقدنا مع شرودر عدنا جهاز فني على على مستوى حتى من ناحية البدنية عدنا الهدف برفورمس غير عن المدرب اللياغة غير عن المعد البدني اللي يعد اللعب من ما بعد العيادة إلى دقول هذا الملعب عدنا النوترشن فالكادر الفني اللي موجود عندنا نحن مكتمل والحمد لله ساعد هالشيء ساعد شرودر في معسكره الشتوي أنه يوصل لهالليفل من اللي أقل البدني فالعوامل هاي كلها توفرت له والمدرب بدل مجهود جبار في الفترة هاي ومدرب مرتاح جدا من العمل اللي ساير مثل ما قلت لك عمل مشترك بين الإدارة والمدرب واللعبين واللعبين بعد يعني يعني يقودهم كابتن مثل عادل عادل كابتن في الملعب وخارج الملعب نقل الكلتر اللي عاش فيه في أوروبا إلى درسنجروم بعدنا في نادي النصر نشكرا على ذلك ونتمنى إن شاء الله أن نحن يحافظ على القيادة التي افتقدناها في آخر سنتين في نادي النصر بوسالم على طريق عادل يمكن عادل من في أحد التصريحات أيضا خلال الفترة الماضية قال لنا المدرب الجديد شرودر استطاع أن يخرج المكسيمم من اللاعبين وهذا الأمر يمكن أثنى عليه كثير اللاعب فضلا على أيضا الدور اللي قاعد يقوم فيه اللاعب الملعب ويمكن من خلال تغطيتنا في بوضب رياضية في برات شباب الاهلي هدف التعادل اللي كان في الدوري وحديث مع الحارس وحدة من الحالات هذه تؤكد أيضا القيم الفنية لللاعب جنبا إلى جنب مع المدير الفني اللي موجود على الدك صحيح صحيح مثل ما قلت لك التكرام الموجود بين المدرب وبين اللاعبين المدرب قدر يسوي نقلة حتى في الحالة النفسية لللاعبين الالسبيتش اللي عنده يعرف ينتغي الكلمات المؤثرة عنده اجتماعات فردية عنده اجتماعات جماعية مع اللاعبين مدرب دكي يعرف مينة يصرح ويعرف شو يقول ويعرف شو يصرح يعرف يلعب بالنفسيات ولكن واضح واضح في تعامله مع اللاعبين ومع مجلس اليدارة مدرب عنده طموح وإن شاء الله أننا ما نشتغل معاه يكون سوي بعد نقلة ثانية في نادي النصر وسالم على طاري شرودر أيضا يعني واحدة من الأحاديث الموجودة بين النصروية وبين الشارع الرياضي بشكل عام يقول لك أي كانت والفوز والخسارة واردت في أي مباراة في كرة القدم هل نتيجة الفاينل ممكن تلقي بضلالها على العلاقة مع المدرب لمستقبل الضرق لا أبدا نحن لا نشتغل بهذه الطريقة نحن دورنا نشوف هذه مباراة نهائية و يعني فيها فوز وفيها أخسارة لكن نحن لا نقيم العمل على مباراة وحدة نقيم العمل على موسم كامل الموسم لين اليوم موسم ناجح اجتماعات مع المدرب لا توقف نحن نجتمع بشكل أسبوعي لا نتكلم عن بس المباراة اليائية ولا قبلها هذا جزء بسيط من اجتماعنا معه نحن دائما نخطط معه للمستقبل فالمدرب راضي على اللعبين الذي لديه وإذا كانت فيه تغييرات تكون تغييرات محدودة بناء على استراتيجيته الذي يحطها لنا لسنة اليائية بالنسبة لقادم الأيام النصر و الناس كلها متشوق للنصر شكل النصر السنة الجاية خطة العمل للموسم القادم تصور الموسم القادم هل تم طرحه أم نحن مستعيلين من شوي على النصر مسالم العمل الناجح يحتاج وقت يعني اليوم ما في عمل أقل عن ثلاث سنوات وتكتف ثماره في هذه السرعة نحن متفقين مع مجلس إدارة النادي على ضوء الرؤية المالية للنادي و لشركة كرة القدم نستوحي منها أهدافنا مجلس إدارة النادي وضع خطة وافق عليها رئيس النادي لمعالجة الخلل المالي اللي صار من مدة سنة سنتين لظروف ما الخطة هاي بتلقي بضلالها إن شاء الله على مستقبل نادي النصر في السنوات الياية وبتعطينا استدامة مالية لمجلس إدارة النادي وعرضوها إن شاء الله بنحط هداف للشركات كلها يعني شركة كرة الأدم والألعاب وشركة الاستثمار والنصر يعني ما شيء على رؤية المرحوم الشيخ حمدان بن راشد أنه يدعم الألعاب الثاني يعني هذا شيء ما بيوقف في هذه النصر عندنا دور لا زال قايم اللي هو دور السماعين نحن من أكثر الأندي اللي عندها لين اليوم ألعاب جماعية وفردية أكثر نادي رياضي بالمناسبة في دولة الإمارات يملك نعم يعني دائما الله يرحمه كان يوصي أننا لا نلغي ولا لعبة أننا نعطي فرصة لأكثر عدد من الشباب لمزاولة الرياضة في نادي النصر وهذا الدور نحن ما من تنازل عنه وإن شاء الله نحن ندعم من الأخوان بعد شركة الألعاب دائما هم مظلومين إذا فيه أي شورتج في لهذا تنسح من عندهم ولكن هذا حال الرياضة دائما التركيز على كرة الغدم وسالم أيضا عودة عدد من الأسماء المميزة أتكلم على المستوى الإداري في نادي النصر بشخصك الكريم سعادة أحميد الطاير مروان بن غليطة هذه الأسماء تخلي أيضا المتابعين لهذا الكيان الكبير يعتقدون أننا دائما النادي في أهدي أمينة وبوجودكم إن شاء الله النصر ماشي في الطريق الصحيح الأشخاص الذين ذكرتهم مشجعين للنادي وإذا مسكوا أدوار قيادية في النادي فهذا من حبهم وخلاصهم لهذا الكيان ويبون يشوفون النصر في أعلى المنصات هذا واجب علينا واجب عائلاتنا اتجاه هذا الكيان هذا أرث ما تشوف نصراوي إلا إذا كان ابوه نصراوي ويد النصراوي هذا النادي جزء من تاريخ الإمارة وجزء من تاريخ الرياضة في دولة الإمارات صدر قيادات للاتحادات لاعبين للمتخب تأسيس الرياضة كان له جزء كبير فيه الكاس هذا الذي نلعب في الفاينال فكرة يابا الشيخ مانع يوم رئيس الاتحاد فكرة كاس رئيس الدولة فكرة الشيخ مانع بالخليفة الشيخ مانع كان دائما يتردد في بريطانيا ووقت الدراسة فتعرف الشيخ مانع شاغف كبير في كرة القدم واطلاع على كرة القدم الأوروبية والإنجليزية بالأخص فنقل الفكرة إلى البلد في ذاك الوقت وطولة كاس رئيس الدولة خدت اسم أغلى البطولات لانتسابها لرئيس الدولة فدائما هذا شرف كبير لكل نادي فهذا واجبنا ونحن مهما قدمنا لهذا النادي ما بنوا فيه حقه النادي هذا الذي فضل علينا في تنمية شخصياتنا نحن صراحة ونادي الكل وإن شاء الله أن الأجياء تستمر إن شاء الله في تكملة هذا المشوار ونرى هذا النادي دائما في أمور ما قلت اليوم طيب مسالم الموسم الجاي بشكل النصر تصور الموسم الجاي أتكلم عن مستوى معسكر تحضيراتكم أسماء قد تجي أسماء قد ترحل هل هناك تصور مبدئي وضعته حتى الآن ما تجهيزاتنا الإدارية خلصة منها دائما نحن نخلص معسكراتنا في شهر اثنين أو نصف شهر ثلاثة وشكر المدير الفريق لخيالي عباس قام بزيارات المعسكرات في شهر اثنين واخترنا مع المدرب معسكر إن شاء الله يكون معسكر جيد في هولندا عسكرنا نحسن لفاتة في هولندا وكاننا أيضا معسكر كتجهيزات إدارية ممتاز فشفنا أن هذا المكان يناسبنا والمدرب بعد من جنسية هولدية فحبت أن نستمر في هولندا نحن في نادي الناصر دائما نكون مستعدين لكل المواسم إيرلي شوية حتى موضوع ملابس نحن مخلصين منه نشوف أشياء ثانية غير الفريق الأول دائما نحب الاختصاص يعني العضاء الموجودين في شركة الكرة كل من له اختصاص الفكر ما كان يعيبني قديما مجلس إدارة نادي الناصر الكل يتكلم فيه عن الفريق الأول وهذا خطأ وهذا خطأ دائما في ناس لهم اختصاصهم في كل المجالات التي في النادي الحمد لله نحن نتطور إداريا سنة بعد سنة الناصر دائما يحصل على جوائز من مجلس بير رياضي مجلس بير رياضي من تقييم الإدارات والعمل الإداري في نادي النصر وإن شاء الله نحن العمل مويوق العمل لازم يتطور كل سنة تم تعين الأخ حمد الفلاسي مدير تنفيذي لشركة كرة الغدم صاحب كفاءة وهو بعد من عائلة مؤسسة دائما يوم نتكلم نتكلم عن التأسيس أبو الله يرحمه كان قطم الأقطاب نادي النصر فالعمل مثل ما تفضلت متوارث فيه وما بحصري نحن نقول متوارث الكل ورث حب نادي النصر الكل منتسب في نادي النصر ورث حب نادي النصر فالحمد لله هذه عادة طيبة فينا نحن وما نكمل أشهر سالم جمهور النصر رسالتك لهذا الجمهور اللي دائما نحريص على أنه يتواجد ويعني نذكر شيء في تفاصيل جمهور التيفوهات اللي نشوفها يعني الشغلات جميلة نشوفها من جمهور النصر صار تقريبا من ثلاث سنوات ومجموعة شباب أتصور يستحقون منكم كلمة أيضا في هذا اللقاء صحيح أول شيء نشكرهم على المجهود موضوع التيفو يعني شيء جميل صراحة في دورينا السنة النصر أبدع وبدع في التيفوهات في المباريات اللي اللي لعبت على ملعبنا التيفو هذا اللي يشتغل عليه موظف يشتغل في نادي النصر النصر داعم المجموعة المخلصة اللي تشجيحهم صراحة جميل وقوي والله تأثير على اللاعبين وعلينا نحن في النادي ندعمهم بكل الوسائل ندعمهم الكادر الإداري اللي وضعناه إن شاء الله إذا عندهم بعد أفكار ثانية نحن مستعدين نحن ندعمهم ونطور يستهلون كل تقدير صراحة يعني حتى ساعات يمبيونك 40 مشجع فعال أفضل من 400 مشاهدين أنا ما أحب المشاهدين أحب التشجيع فالصراحة يشكرون على هذا المجهود جمهور النصر جمهور صعب صعب ترضي ويستحق العمل الجيد ويستحق نتائج جيدة تعرضنا للانتقادات كبيرة ولكن الانتقادات من محبين انتقادات من محبين وشو يبونهم هم يبون لك الخير ولكن هذه كرة الغدم فيها ضغوطات ضغوطات أسبوعية أحيانا الناس ما تتحمل فأنا أقول العمل في الرياضة للناس اللي تتحمل اللي قلوبها من حديد صراحة تحمل الضغط الرياضي تعزل نفسك يكون تفكر بطريقة أصفأ لاتخاذ القرارات إذا اليوم سمعنا وايد واحتكينا وايد الاحتكاك هذا يأثر على قراراتك تصبح أنت شخص عاطفي قراراتك مبنية على عاطفة وهذا خطأ أمس أتكلم عن المدرب قال لنا إذا أتخذ قرارات عاطفية لا أكون مدرب وإذا أنا كمجلسي دار أقول نفس كلام اتخذنا قرارات عاطفية بناء على هزيمة هزيمتين تقول قراراتنا فاشلة نحن تعرضنا لضغوط طات خوية في شهر 12 مسوري في شهر 2 بعد صابت قبيديني في مباراة الوصل وكان عندنا أتذكر من أربع إلى خمسة أيام بسوق الانتقالات قبل أغلاق باب الانتقالات نعم الضغوطات كانت كبيرة نحن نبدل اللاعب قبيديني كان بيغيب من خمس سابيع إلى ست سابيع يعني القرار نقول نحن لو بدلنا ويبدأ من مهاجم ثاني فهل خمس ست سابيع شوف الحسبة فيها حسبة مالية كبيرة الحسبة الثانية يمكن الثاني ما ينجح بكون استبدلت لاعب مهم في لاعب غير مضمون النجاح غير مضمون النجاح وبدأ كون مثل باكفاير على الإدارة وعلى المدرب فخدنا الرسك مع المدرب ومدرب كان حكيم فيها بعد ودعم الإدارة قال أنا ما أبغي التغيير لجل التغيير أبغي أما يكون تغيير صحيح مدروس أو لا فتذكر في وقتها حتى كان من الخيارات عندنا تقالي قطعنا شغط كبير معاه ومع إدارة الشارجة صار فيها اختلاف في آخر ثلاث أربع ساعات من باب الانتقالات وما صار مع ذلك المدرب ما تأثر ولا تأثرنا نحن لعبنا يمكن ست مباريات قلت أقول لهم المباريات اللي بنعاني فيها المباريات مع الفرق اللي تحت منتصف الجدول الفرق اللي تسكر أما المباريات القوية ما نقدم فيها نتائج زينة لسبب أن يعني تعرف الفرق تفتح اللعب وياك وسلوب النصر السنة يعني يقدر يخترق هالدفاعات القوية ف من الست مباريات نجحنا فيها كلهم ومن بينهم أهم مباراة كانت عندي مباراة خرفة كان في كاس رئيس الدولة هالمباراة اللي بتخلينا نكمل في المنافسات فكتر ما أشوف مباراة الدوري كتر ما أشوف مباراة خرفة كان والحمد لله رجع المهاجم وكملنا النتائج زينة فقصدي كان هذا جزء من القرارات اللي انت لازم تتخذها وانت بعيد عن العاطفة أيضا بسالم طريقة مباراة خرفة كان وهذا يقودنا إلى سؤال يمكن مواجهة خرفة كان ومن ثم عيمان وكذلك مواجهة في السمي فائنة الأمام شباب الأهلي كيف شفتوا مسيرة الفريق في بطولة كاس سيد صاحب سمو رئيس الدولة وصولا للمباراة النهائية مباراة الكاس كلها صعبة يعني دايما نرى مفاجآت مباراتنا مع خرفة كان ثم قتل قبل لعبناها بدون مهاجم كان لدينا عادل مهاجم وهمي لعب فيها وحرز القول أظن في الوقت الإضافي في الوقت الإضافي مجهود جميل وفينيشنج جميل صراحة من عادل مباراة كنا مسيطرين عليها بس عندنا مشكلة التهديف نعرف أن المبارات هذه مبارات صعبة فدائما مبارات الكاس نشلها من المبارات التي تخوف التي فيها أنصر المفاجأة مباراة تلعبها مباراة ديربي مباراة تلعبها تشوف مباراة جميلة تشوف ولكن المباريات الثانية تكون أصعب تجدنا خرفة كان لعبنا بعد مباراة كبيرة أمام عجمان مباراة حلوة كانت لو عجمان تقدم علينا بهدف ولكن مباراة كنا مسيطرين عليها سيطرها وضع يوم هالفريقة ركلت جزاء بالمناسبة قبل ما يسجل صحيح ولكن عادل ضيع بنلتي ولكن عوضنا بهدف جميل من أجمل أهداف البطولة نحن قلنا هذا أجمل الهدف البطولة لكن سجل بعد على الأهلي يمكن هذا الهدف بعد أجمل عن هدف في عجمان فبعدها لعبنا مباراة ديربي سامي فاينال مباراة هذه ما عندك شيء تخسر فيها يعني تعطي كل ما عندك الوصول للفاينال تحس بإنجاز الكليفة أحبا لعبنا ضد خاصم أنا أعتقد أن السكوات اللي عنده الأهلي أفضل السكوات في الدوري في الموسم كله فريق قوي جدا هو حاليا موجود في بطولة الدوري البنش يعاد الستارتنج اللي عندهم يعني ما لم يلحظ في الدوري أما في المباراة نفسها قدمنا مباراة مبتعة يعني لعبنا مباراة جيدة أثنوا فيها جماهير الأهلي على النصر قبل النصر رويد فهذا اللي نحن نبغي نوصله نبغي شخصية نبغي هوية نبغي فريق ممتاز لو يخسر أنا ما عندي مشكلة أنا في مرحلة التطوير مرحلة اللي هو أنقاد الفريق وتعدينا خلاص لا عودة للنتائج السلبية بنين فريق جيد على الهداف اللي كنا نحطينا فنيات معالي كوالتي موجود نتمنى إن شاء الله أن في الفترة اللي آية نحصل على الدعم بعت فيه تجنيس اللعبين اللي استحقون أدنى قستافو كمل أربع سنوات في الدولة عمرها 24 سنة يستحق التجنيس بناء على المعايير اللي حطات هذه القرى هذا الشيء يدعمنا السنة الياية في تطوير الفريق فمثل ما قلت لك مبارية الكاس كلها مبارية صعبة واللي وصلوا أعتقد أنهم أفضل الفريقين حاليا في الموسم ونهنيهم أهني مثل ما قلت لك الوصل أهني رئيس النادي شيخ أحمد بن راشد شيخ أحمد بن راشد متذوق للكرة ومحب لنادي النصر يعني نحب نشكره سؤال ما وقف عن نادي النصر من السنة اللي فاتت متابع لنا محب لنا و بيفرح إن شاء الله بفوز الوصل أبو النصر سعادة عبدالله سهلا من طوق أنا أشكرك جزيلا شكر الوقت اللي خصصته لبوظة برياضية من خلال هذا الحوار وهذا اللقاء ونحن ندري أنك مشاغلك بالذات في هذا الأسبوع مع بدل عدة تنازل المباراة كثيرة فلكم لنا جزيلا شكر تسلام تسلام يا محمد ويدعو الجميع للاستمتاع وإن شاء الله تكون المباراة راقية على جميع المستويات إذن هكذا مشاهدين الكرام هي الصورة في هذا اللقاء الذي خصصناه مع سعادة عبدالله سالم بن طوق رئيس شركة كرة القدم بنادي النصر قبيل الحدث المنتظر نهاي كأسيدي صاحب اسم رئيس الدولة والذي سيكون ساد هزاع بن زايد مسرحا لأحداثه كل التوفيق لكل الفريقين وإلى الملتقى في النهاي الحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر